هو فيلم فرنسي لمخرجة جزائرية فيلم يعكس فيه نظرة نسائية غاضبة تركز على خصوصية النساء من خلال مجتمع ذكوري في سنوات التسعينيات ها هو الفيلم يبرمج للعرض في الجزائر وبقاعة ابن زيدون لكنه فجأة يؤجل إلى شعار آخر دون توضيح للسبب وفي سؤالنا لوزير الثقافة بالنيابة حول الموضوع تجدر الإشارة أن الفيلم الطويل بابيشا للمخرجة مونيا مدور حاز منذ بضع أيام على جائزة نجمة القونا حيث تنافس مع 11 فيلما آخر فما هي الأسباب من يقف إذن وراء عرض الفيلم الطويل بابيشا؟